على مدار ثلاثة أيام أقيم مهرجان الزيتون وبازار الحرف اليدوية في محافظة العقبة بتنظيم ومشاركة جمعيات خيرية من محافظات الشمال لتسويق منتجاتها التي جذبت سياح المدينة وزوارها قلة أشجار الزيتون وإنتاج الزيت في محافظة العقبة حفز جمعيات خيرية من محافظات عجلون وجرش وإربد لعرض وتسويق منتجاتها من الزيتون والزيت في مهرجان الزيتون وبازار الحرف اليدوية بدورته السادسة التي استمرت على مدار ثلاثة أيام في المدينة الساحلية مهرجان الزيتون وبازار الحرف اليدوية يقام للدورة السادسة في محافظة العقبة وبدعم وتنصيق مع انتحاد جمعيات خيرية لما لسجرة الزيتون من أهمية خصوصا بعد أن ثبت نجاح زراعتها في منطقة العقبة وخصوصا في وادي عربة والديسة ولماذا هذا المنتج من قيمة اقتصادية على الاقتصاد الوطني تنظيم هذا البازار السادس الذي يتم في محافظة العقبة كثير طبعا سياحي اقتصادي بيعمل على تمكن السيدات طبعا هذه الجمعية كلها الهيئة الإدارية فيها سيدات وبالإضافة لأخواننا طبعا أخواتنا من العقبة المشاركين في هذا البازار فهذا التلاحم وهذا التشابك في محافظة العقبة أدى إلى نوعية مختلفة عن كل مرة في هذا البازار من خلال التشبك من جميع المحافظات وعلى هامشي مهرجان الزيتون عرضت سيدات المجتمع المحلي في العقبة ومعانى أعمالهن في مجال الحياكة والتطريز والمأكولات الشعبية وهذا ما جذب سياحة وزوار المدينة أصرنا أنه نعمله لأنه محافظة العقبة تفتقر لشجرة الزيتون المثمرة أنا دائما بشوفها شجرة زيتون بس ما بلاقي عليها حب زيتون للأسف فالعقبة بحاجة لمهرجانات زي هيك كموقع سياحي موقع استراتيجي ومنتجات الزيتون وأنواعه غير موجودة في العقبة فحبنا نسوق للإشهاد الأهالي العقبة لأن العقبة تستحق تقدر المساحة المزروعة بأشجار الزيتون الروماني النادر والمثمر في محافظة العقبة ومنطقتين رمو الديسي على وجه الخصوص نحو أحد عشر ألف دنم فقط فيما تكتسي المدينة السياحية بأشجار النخيل التي يقدر عددها أكثر من ثلاثين ألف شجرة مثمرة على حساب الأشجار الأخرى ترجمة نانسي قنقر